لو المكارونة بالسلسة طعمها مش بيطلع معكم حلو ومهما عملتوها ومهما أضفتوها بهرات بيطلع معكم طعمها مش زي ما انتوا عاوزين ولا زي اللي فخيالكم ولا بيطلع تعمها زي زمين زي ما كنتم تعاوزين تاكلوها فالنهار ده بقى انا جايبلكم طريقة مكارونا بالسلسة غنية جدا بالنكهة كل حاجة طعمها باين هتحسوا انتو فعلا بتاكلو مكارونا بالسلسة حقيقية والكنو كل الطرق اللي انتو تعرفوها علي جنب وجربوا الطريقة دي مبدئيا هنحتاج تقريبا في الوصفة دي لكيس مكرونة اللي هو ربعمية جرام او ربعمية خمسين جرام هنحتاج تقريبا خمسة مطميات قطعتهم بالشكل ده واحط عليهم بصلتين صغيرين متقطعين وثلاث فصوص من التوم كاملين زي ما هما يعني التوم زي ما هو والبصل متقطع بس كده حطتهم في كسرولة وعلى نار هادية بقى واحط عليهم معلقة صغيرة من الملح وغطيهم واسبهم على النار الهادية لحد لما يتبالوا وينزلوا السويل بتاعتهم كل شوية ببص عليهم وتأكد ان في سويل جوه وتأكد انه كل حاجة متغطاسة في السويل وارجع عاطيها تاني لحد لما كل حاجة تستوي تمام الملح طبعا مساعدة انها تنزل السويل بتاعتها من غير ما نضف لها اي مياه اول ما كل حاجة بقى تستوي وتترى في الخلاط بقى او بالهند بلندر يعني وقت افر احنا عاوزين بس نطحن او نضرب الخليط ده تمام ان حد ما يبقى بيوري زي ما انتو شايفين كده طبعا الهند بلندر سهل لنضيفه سهل ولكن الخلاط ينفع جدا ممكن تستنوا عليها كمان لما تبرد وتدربها في الخلاط لو خايفين مثلا من الحرارة بعد ما منجهز الصوص ده بنغلي مياه ونحط فيها شوية ملح وننزل فيها بقى بالمكرونة بتاعتنا ده كيس مكرونة واحد اللي هو ربعمائة وخمسين جرام بس تترك كده بنزلها في المياه ونسيبها بقى لشان خاطر تستوي تلت ربعة سوى يعني تستوي تقريبا سبعين في علامة السلح بنجهز التسبيك على طول كده بنحط تقريبا خمس معلق من الزيت زيت زيتون او زيت عادي انا حطيت مكس ما بين زيت الزيتون وزيت العادي وهنحتاج فصين من الثوم بس بقى دول بقى مهاروسين بنقلب الثوم واول ما يبتدي يطلع ريحته ويدوبك ياخد لون بمبة على خفيف ننزل عليهم بالسلسة بتاعتنا اللي احنا عملناها اللي هو بتاع الطماطم والبصل والثوم وعلى نار هادية بقى علشان الطماطم دي تحيسونها مدى ممكن ان تلطش اي حد وقف يعني فعلا بلازم تلسع حد وقف حط بقى معلقة صغيرة من الفلف الاسود معلقة صغيرة من البابريكا ويمكعب مرأة اختياري تماما اللي ما بحبش المرأة ما يحطهاش خلاص عايدي يحط مثلا ربع مالقة صغيرة من بوهر مشكل وممكن تكتفو بالملح والفلف الاسود فقط وممكن تكتفو بالملح والفلف الاسود والبابريكا طبعا انا قريدي حطت ملح على الطماطم والبصل والثوم فمش عايز زود ملح قوي وكمان حاطين كمان ملح على المكرونة فكفاية بقى. الطماطم بتاعتي انا كان لون هفتح شوية. فزودت معلقتين كده من الصلصة علشان تدي لون. لو الطماطم حلوة خلاص نحطوش صلصة لحيك. وعلى نارها دي بقى تسبك يعني ايه تلات اربعة دقيق كده مش كتير. وننزل بقى عليها بال بالمكرونة بتاعتنا زي ما نشايفين المكرونة فلفلة. وتلعت من المية نزلت على الصلصة على طول الشيء كده ايه? انا رتبت معكم الاحداث. عشان بس ما ايه ما تستويش وتعد فتلزق في بعضها وتتريد حطوا زيت عليها. لا. على طول كده. نديهم تقليبة كده بقى مع بعض. ولو حسيتون هي نشفة شوية ممكن تساوتوا عليها من مية سلق المكرونة اللي حنا سلقناها دي. علشان تغلي كده ايه? مع الصلصة. بقى فيه ساويل شوية جوه. تسبك بقى وتشرب من الصلصة دي. وبس كده خلاص. يعني سبتها كده تغلي اه دقتين كده. وتسبكت وبقت جهزة معي. عايزين بقى تغرفوها يعني غرفة تستخدموا بقى الماسك ده. تلفوها كده. وبمعلقة تحطوها بقى في طبق. طبعا هو الماسك ده اصلا اه اللي هو بديل الشوكة بتاعت المكرونة الكبيرة. لو عندكم شوكة المكرونة الكبيرة تحطوها وتلفوها. وبرضو بالمعلقة وتروحهم غرفانا. لكن بالماسك الصغير ده ممكن ايه? على مرتين تلاتة بقى. طبعا جد حلو. طعم البصل والتوم مع الطماطم اي بيريه اللي احنا عمنا ده. ما يخليها بجد شرب النكهات قوي. من غير ما تحمروا بقى بصل وتحسوا بطعم ويدايقكم وكلامتا كله. بجد لازم تجربوها. اتمنى ان الفيديو كنا عجبكم. بتحسوش تجربوا الوصفات اللي يريكوا فيها. ونزولوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. واشوفكم وشا الله مرحكي ويدك ديه.